السلام عليكم كانت منك كاملين تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة مرحبا بكم في قناتكم مطبخ المطالسي مع وصفة جديدة الذي نقدم لكم في هذه المملحات اللي سجلوها لرمضان الكريم ان شاء الله اللي يدخلوا علينا بصحة وبالهنى وطول العمر لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين صافي انتما كما كتشوفوا درت لكم جوج الانواع بجوج حشوات مختلفين زي ما صارح هاد الحشوات اللي جاولداد بزاف بزاف واحد الحشوات درتها لكم بدوني لحوم واحدة باللحوم مهم درت لكم جوج حشوات مختلفين وساهلين يعني راها ضغياء ضغياء كان وجدهم ما كياخدوش مننا الوقت بزاف واحد هاد المملحة بعجنة واحدة يعني راها بدوني ذلك وبلتها ما رو انتم كما كتشوفوا هاد المسين منها كيجيوا مورقين وبلاكترة تزبدا وبلاكترة زيوت بواحد طريقة جديدة ونبدو على بركة الله في المقادير وقبل ما نبدو ما تنسوش بارتاجي والفيديو مع الاصدقاء والعائلة باش هكا كتعم الفائدة وما تنسونيش حبيباتي باللايك للتشجيع فضلا وليس امرا ونبدو دبع على بركة الله في المقادير عفوا هنا كما كتلاحظو هنا الدقيق انا درت خمسمية سجرام او كيلو انتع الفورس الدقيق الرطب الدقيق الابيض وضفت عليه كاس انتع العنبا انتع الفينو وهنا دي نضيف البنات دي نضيف جل معالق صغار انتع الخل ودي نضيف ملعقة صغيرة انتع العسل يمكن لكم ضعوضوها ابساني ده معاقة صغيرة انتع السقار كنضيف صاشية انتع الخميرة الحلويات ثمانية او لسبعة ملعقة صغيرة انتع الملح وكنضيف المدافي باش كنخلطو هاد العجين هذا هنا البنات انا ما اذكرتش ليكم لما حيتش كلها دقيق وباش حل كيتشرب هنا انا كان عندي لتر المهم ما كاملش نسف لتر انتع الما يعني رها يلا شي ربع لتر او لربع لتر وشي شوية المهم نسف لتر ما واصلوش انتع الما باش عجنت هاد العجينة هدي كاملة كما كتلاحظو ما دي ندلك ها متى شي حاجة انا هنا يا حيتش اصلا راني مريضة بغيت نصور الفيديو يعني ما بغيتش نغبر على القناة بزاف صافي بغيت نصور ليكم فيديو انا عجنت هاد العجينة بالليل باش جيني سهلة في الصبح عناني النوض وضغيا ضغيا نخدمها حيتش المروحة مو ما كان قدرش نخدم بزاف وما بغيتش نغبر على القناة ديالي قلت باش نخدمو علي هنطلعوها مضغيا الى ربي كتاب اه وخصة راح طولات هاد القناة ما بغيتش تطلع الصراحة فيها تمارة بزاف هاد الخدمات اليوتيوب المهم نبدأو على بركتي الله كما كتلاحظو ديك العجنة انا مدلكتها متى شي حاجة جمعتها في هاد البلاستيك هادا اللي صراحة هاد البلاستيك زوين اه راها كينفع بزاف ما كيدخلها ولا تشي حاجة كتسدي على العجينة ما كتتيبس ما نوالو صافي درتها في هاد البلاستيك هادا وغطيتها بواحد اللي ميندير وخليتها باتت ليلة كاملة ما دلكتها متى شي حاجة والبنات اللي مزروا بين عليها اه 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 انا بغيتوا المهم انا بغيتوا تدلقوها تدلقوها كانت عندكم العجانة يمكن لكم تعجنوها في العجانة اه ما بغيتوش تدلقوها دي تديروا كما تديروا مهم تخليوها واحد جسوية او لا وترجعوا ليها ولا ساعة تديروها في بلاستيكا ولا سوبيرا وتزيروا اليها وترجعوا اليها هادي كالساعة راه كتتخاف انتوا ما كتشوفوا القوام ديالها راه ما كتكونش قاسها بزاف يعني كتكون دي ربحانتع الملوينيش هاد بالقوام ما كتكونش قاسها بزاف وما كتكونش جارية هاد العجينة كاملة انا قسمتها على ربعة القريات واحد الخدمة صراحة راه ندي نديرها لكم زوينا لهاد العجنة هادي وفي نفس الوقت سراكم كيكا تشوفو كيجي مورق وكيجي مقرمش في نفس الوقت كيجي واحد ما نقولش لكم كده يرا واحد القوام دياله زوين بزاف بقاو معاية الاخر باش تشوفوا الطريقة كادي نديرو لدك العجينة يعني راه ما كينا لكتر تزيت لكتر تزبدة لكتر تروينة اه وصحي يزع ما صار هاكا مهما لدي كم ملاحظة ودرت بصلاة كبيرة شلتها رقيقة هادي الحشوة اللولة دي نبدأ معاكم بها بصلاة شلت هاو ضفت لها زيت زيتون وواحد الملعقة صغيرة نتع الملح هنا ضفت رابعا نتع الكفتة البنات صافي كان مقلح لها كمع البصلاة وكان ضيف العطرية العطرية هنا يكيما كتلاحظو سكين جبير الكامون هنا التوم مجفف وهنا مهم هنا القصبر يابس تحميرها لي بزار سكين جبير كاملين درت البنات معلقة صغيرة معلقة صغيرة مع هذا لي بزار حار كنديرين نصف ملعقة توم مجفف كي كي يجي بزاف البنات في هاد الحشوات بحلقة هاد المملحات كي يجي زوين حسن من التوم اللي كان بقى نحكوه ما كيجيش مجهد بزاف وكيعطى واحد لده زوينه وزدت واحد شوية سوس صوجة صافي طيبتها خليت ها تنشفت من هالما يعني تنشفت من هالما وعضفت لها هاد هاد الشعرية هادي مهم تقلت تحرط معها غير شي شوية صافي طفيت عليها بما كاتشرب هاد هاد السوائل اللي كي يبقاوه يعني راحنا كنديروها كاتشرب ذوك السوائل كامل اللي بقاوه في التالي سمحولي الى الصوت ديالي وعلى الهضراء مهم راني مروحها يقبلوا على اختكم اه صافي المهم هاكا مهم تاكت اه تاكت ندمج لنا ذيك الكفتة كتشرب شوية ذاك اللون وذيك العطرية نتع الكفتة ذيك الشعرية الصينية كان اخد انا نتع الروز ذيك المربعة هي اللي زوينا عاد كنضيف الفرماج الحمر يمكن لكم تضيفوه في هاد المرحلة اولا تضيفو المتلاتات تا هو كي يعلق هاد الاخراء كي يجيب تعليك خاص ضروري تعلق باش مبقاش يتفرسط لنا منين ديرو في ديك المسيم منات صافي ونحطوها على جاب نخليوها تبرد وفي نفس الميقلات بلا ما نغسلوها بلات شي حاجة كندوزو كنحطوه هنا ليزي بطيناق اه كان نقطعوهم انا دلت ثلاثة الربطات اللي قطعتهم بحركة وضفت ليهم العطرية كاملة ديك اللي ضفتها في الاول هي اللي ضفتها عوثاني الدابة وخليتها تطابت راه هي ضغية ضغية كطيب وزيت الزيتون ضغية كطيب والبنات وخليت ذاك المادية لها في المقلع بحال هكا وهي اه زيتها وحطيتها على جانب وحطيت هنا اه قطعت واحد الفلفلة وثلاثة الجزارات وقطعت بصلة كبيرة وضفت ليهم عوثاني نفس العطرية اللي ضفت في الاول مش عليكم صافي من بعد ما طاب لينا هادك الفلفلة وذيك البصلة حتى طابهم زيان عضفت ليهم زيتون مقطع رقيق ورضيت ذوك اللي زيبينة انهم يطيبوا معاهم باش باش ينساج مولينا كاملين وضفت واحد ربعات المطللاتات نتع الفرماج وخليتهم موين مراني فاش ضفت الفرماج تفيت البوطة وحركتهم زيان تندمجوا مع بعضياتهم ديك الساعات خليتهم حطيتهم على جنبه ببرده ودابا البنات هادين ندوزو باش نخدمو العجينة وهنا كما قلت لكم ما ديش نخدمو بكثرة الزويوز بزاف وكثرة الناس كتباعدة على الزويوز بزاف وإلى الدهون بزاف كما كتلاحظو ندرج وجوج معالق كبار انتع الدقيق مع جوج معالق انتع النشاء هاد الكيميا هاديرها كافية كفاتني والزات موين هنا هادين دوزو القورة الاولى هادين مقاوك نتلقو بحال هاد كبد لك اسهل طريقة يمكن لكم تخدمو بيها بغيتو تخدمو بالطريقة العادية يمكن لكم تخدمو بالطريقة العادية موين انا اطلقت ها كبد لك جي سهلا حسن من ديك جبت جبت باليد والزيت وكثرة الروينة هاكا هاد هاد الاخور كتعطيها واحد صراحة واحد الفويتاج بحال الاركيخ هاد ما بالعاجل مورق موهم درت لها منين طلقتها رقيق بواحد السمك رقيق درت لها بحال هكا وطويتها باش ما تلاصقش ليها على بعضياته حيث الشوية العجين يعني ما قاسح شديك القصوحية انه باش يبقى شادلة شوية كيتلصق العجين في اليد ما درتوش قاسح بزاف باش يجيني زوين وسهل الخدمة درت لها بحال هكا كدزت للعجينة الثانية وطلقت هاته هي بنفس السمك ونفس يعني نفس العرض نفس الطول باش جيني قد قد هي وهادي كمويم هنا كم ما كتلاحظونا كنتلقها فوقها باش نشوفوش مقادين ولا ما مقادينش مبعد هذه نشتو هنا البنات كم ما كتلاحظو انا الزبدة شديتها مارغارين لدة بالضبط لدة هي اللي زوينة كنفرق بيها كتعطينا التوريق شديتها دوبتها حتى بنت حتى حمار يعني ما بقاش في هاداك المادية لها كن ما هلو علي هالبوطة وكنخلي وهاته كتولي نوازت يعني كتولي حمرا ما كتولي ماغون او لا حمرا ما كبقاش في هاداك المادية لها وكنضيف لي هالزيت واحد شوية تزيت الموين بحال هكا اعطاتني نص زلافة هادا الكمية هادي راه هادي تزيني تجيني مقادة دمعة هادا العجين كامل يعني هادي تزيني هادا الكمية هاد يعني راح ما كنكتروش بزاك كنديرو بحال هكا واحد البانس وكنقو كندهنو بيه باش ملا ما قو خلطو في الدينة وورو ونوداك الشي صافي كندهنو بحال هكا وكنردو هادا الجيهة فوقها بحال هكا البنات وصافي كندهنو وكنسرحوها شوية بدلك باش كترقاق لينا هادا هادا العجينة ما كسبقاش غليضة وكيتشد جيهة على جيهة يعني بجودك الجيهات كيتشدو مع بعدياتهم راه كتكون رقيقة في الوسط يعني كمقاو نضربو اغلب ايه الجوانب مهم راح نادي نزيدو عور نطويوها قدردوها بحاش كالضرف او بحال شكل مسمنا العادية ولا الرغيفة كل واحد شنو كيقولي هادا نولي وعود كندهنو البنات هادا 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 الجيهة هادي را كما قلت لكم زبدة ما تديروش الزبدة بزاف ديرو غير شوية وخلطو مع الزيت المهم يعني كنخليوها تولي نوازيت باش كتعطينا ذاك الفويتاج ما كيبقاش في هاداك المال لي كيخلينا العجين يتلاسق جيهة على جيهة كتجي مورقة بحالك بها الطريقة هادي را كمش تشوف الاول كيوريتكم كتجي ورقة على ورقة صافي البنات وادين بقاك ندير لها بحال هاكا يلا بغيتو تخدمو انا هنا درتها كبيرة بغيت نسالي ضغية يلا بغيتو تخدمو غير وحدة بوحدة يمكن لكم تديرو غير وحدة وحدة بحالة رغيفة تخدمو بها باش سهلوا عليكم مأمورية انا هادا اللولا هادي خدمتها بحالة تشكل هاكا اما دوك الجوج اللي بقاولي الجوج كوريات الاخلي اللي بقاولي هادي نخدمهم كل وحدة بوحديتها يعني هادي ندير لها يبحال هاكا مرة وحدة ما ديش ندير قورة في قورة يبحال هاكا مسمنة عادية كما درت لكم في اللولا وصافي كانت نولي نطلقها ونخدم بيها انا هنا مباشرة هادي بعد ما خدمتها يعني اي حاجة كان نخدمها كان نخدمها مباشرة كان عمرها هادي 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 نطلقها معاكم مباشرة ممكن ما كتلاحظوا انا حيت لي هادوك الجوانب باش جيني مقادة ولكن ذاك العاجين رحنا ما ديش نرميوه حيتاش درت بهم واحد صراحة درت به واحد البيسكويت جزوين بزداف وعجب ولداتي الصغار حماقوا عليه دابا نوريكم واحد الفيديو صغير ورد هادي نديروا لكم واحد الشورت ولا فيديو صغير ورد شنو درت بهذاك هادوك اللعيبات ولانا دي نوريكم في اللخر كي يجاوا ديرين حيتاش ديك العجينة رحكت تولي بحال لبات فيتي يعني رحكت تولي بحال العجين المورق ما كرميوها ما تشي حاجة بالعكس خصنا نستغلوها راني مرميتها موالو عمرتها بشكلات ودرت لها واحد شكيل زوي ونجات وجاتك تحمقها جد لديدة بزداف وهنا البنات داروري مهاد منين كانت تلقوها بحال هكا كان مكان رقوهاش بزداف تكي بقيبا لنا سطح العمل حيتاش رحها مورقة يعني ردفة فوق ردفة طباقة فوق طباقة رح نيك نخليوها غلي وضع شي شوية نادي نوريكم السمك ديال هكذا وهت جوين بات هادو رحنا كنحيدوهم بحالكة بش كجي لنا مقادة هنا كما كتلاحظوا قطعتها بحالكة كنحاول انني في اللول نقاد على الشكل اللي بغيت ديك اللي قمت كان طويه باش نعرفوا احنا الشكل اللي بغينا وقداش الحجم اللي بغينا كان طويه كان اخذ العيني ميزاني العبار وديك الساعة كان نقطع هنا البنت ماشي ضروري لعوتانية الجرارة الى ما كانت عندكم الجرارة ماشي ضروري ديرو غيب قطعة البيتزا اولا الموس انا هنا يحيتاش الجرارة هي اللي لقيتها قدامي صافي هزيتها كنت يلا خدمت بها شباكية كانت قريبة يعني ما كانتش موعرة عالية صافي هنا كان مقا كندير ديك الحشوان تعليزي ببناغ والخضر والبنات راه هاد الحشوار هجات الديدة 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 بززاف راه جات كتحمق وخما فيها لا تون لا سمك لا لا دجاج للحم راه جات الديدة بززاف بالنسبة الناس اللي كيديرو اللي يجيما وما كيبغيوش اللحوم وهات الاسماك وهات خربة بنزوينا ليهم صافي هنا يا البنات هادي هي الطريقة اللي دين مقا نخدم باش كي يجيونا مشنفين مع الجناب كن مقاون تكيو بسبعنا هنا راه هاد العجينة ما كتتحلمت تاشي حاجة غين تكيو بسبعنا مزيان يعني ما نديرو لا بيض لهذه 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 لتا حاجة ملا قيوهاش بالبيض اولا بالدقيقة اولا صافي كلي كوي بسبعنا انا قربت لكم هالقاميرا كتكلي بسبعك مزيان والضربي هكا بالملعقة ملتحس كتب حلا كتشن فيها كتجي مشنفة حلا كتديري وريضات وشكل الجاوج هانا دي نوريكم بالفورشيت يمكن لك البنات اللي كيخافوا انها تحليهم ديروا بالفورشيت عد ديروها الطريقة هادي اللي انا درت هانتو ما كما كتشوفو كجي ساهلا وزوينة وكتبقى في الحجم ديالها يعني كما كنديرو لعب حالها كالطيب كتبقى بحالها كرام ما كت زي ما ما كيدعولش لهادو كل الجواني وانتو ما كما كتشوفو السوم كنت على العاجين رحنا ما كنرقوهاش بزاف كنخليوها شوية باش كيجينا ذاك الفويتاج وكيجي ذاك التورق وما تخافوا ما تشي حاجة را ما كتجي لمعجنة لتشي حاجة حي تشفيها نشاو دقيق وزبدة وزيت يعني را ما كتجي ما معجنة متى حاجة هنا البنات اللي كيخافوا ولا تحليهم يمكن لهم يزيروها بحال هكا في الفوشيت انا وريتكم هذي الحبه ولكن انا كل شي ضيرتهم بسبعي وراهم ما تحلوا متى شي حاجة كيبقوا هما هما غير زيروا بسبعكم زيان وسقوا تديروا بحال هكا بحال الطريقة هذي باش كتجيكم مش النفا الى ما بغيتوش هالطريقة يمكن لكم تديرها بفوشيت بحال هكا وتحطوها ساهلا ماهلا ما فيها لا تعمارا لا تشي حاجة وهنا البنات كان بقى وكا نحاولو اننا نرسموهم زيان باش كي يعطونا داك شكل زوين ومنا يدر زوين صافي بحال هكا كوني كان سالي ونمشي معاهد العجينة البنات كاملة حسدين ساليها انا بغيت نوريكم طريقة هنا انا طربت بيضة كاملة شديتها طربتها وضفت لها سوس سوجة اذا ما كانش عندكم سوس سوجة يمكن لكم ضفو شوية تحميرة باش كتعطيكم اللون زوين او اللضفو الحليب اللي اجبكم صافي كان طربها مزيان كانضف لها واحد معلقة صغيرة سوس سوجة وهنا دهنت بها وكما كتلاحظو كان نفلقوها بحال هكا بالموس يكون موس ماضي او لا 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 دهنت بحال هكا باش كتعطينا من يدر زوينا وف نفس الوقت انها منيكا طيب ما كتترتقش لينا وكتحلونينا دهك الجوانب الى بعد ما درناش بحال هكا بالموس يمكننا غين تقبوها باش ما تتحلش وترتقوا وكندخلوهمها البنات للفرن الفرن اللي كان يكون مسخناه من قبل انا اي حاجة هنا كان خدم هارني كان ندخلها الفرن ديريكت باش كنحيد علي الخدمة الفرن اللي بنات كما قلتليكم يكون مسخنا من قبل انا ختمت فالفرن ان الفرن تعدو ولك الفرن اللي عادي راكوا معارفين تيتشعلو عليهم من التحت يخليوه تطيب وتنزله لتحتي تحمر ولك الفرن الكهربائي انا شعليت اليه مية وستن درجة وكنت مسخناها من قبلة لا مية وستين درجة وحطيتو في الواسط يعني ماشي قاع في الواسط يعني قريب اللي تحت شوية دايز الواسط قريب اللي تحت شوية وكان خليها تاكا الطيب وكان بدكا تتحمر عاد كان عليها شي شوية تتحمر الفوق صافي ضغية ضغية كتوجد ردو معها البال ما حدنا هنا كان خطمو احنا كان ردو البال هنا دين دوزو الحشوة الثانية كما كتلاحظو هنا انا كما قلت لكم منذك الجوش كورات اللي بقاولي ما درتش وحدة في وحدة درت كل وحدة خد انتهب وحديتها على شكل رغيفة على شكل ضرف طريقة العادية اللي كان عرفوها وبنفس الطريقة بالزبدة والدقيق بحالها كما كتشوفوها هو الدقيق عاد شاطلية ما زعمارها ما مبقاش كتير بززاف صافي هنا انا هدرب على الولاد درتهم جوني قبار شي شوية اللي هي العجينة الثانية انا شديتها قسمتها على على ثلاثة اللي اعطتني تسعة الحبات المهم تسعة الحبات رو موين اعطتني تسعة الحبات زوينة يعني بالنسبة لكم إلا بغيتوا تقسموا قسموا على ثلاثة باش ثلاثة هكا ثلاثة فطل وثلاثة في العرض باش كتعطيكم تسعة الحبات حسن من هكا كاربعاجة وكبار بزاف ذو كصغار النيت كيعطوا منظر زوين وفي ناس الوقت اللي كيهز شي حبارة كي فهمت ورا كجي هي هدي كيهزها بش بحال هدي كبير يهزها والواحد ورا يتقهم وتشاط عليه اللهم الصغار كيهز حبه وديك سعاتي لبغاك يزيد الحبات الثانية انا هنا بنتي خدامة معايا انتم ما كن ما كتشوفوا الولا بعد ما طيبتهم خرجهم الفرن ووريهم الكون صار حاجة ولدادين بزاف والمنظر يا سلام ما نقولش لكم كي يحمر الوجه هنا البنات الثمانين بغايت عاود ندخل هادو الفرن ضروري ما كنقرسوهم بحال هاكا ما كنخليوهم شغلات ضروري ما كنقرسوهم هنا فاش نديروهم على شكل ضرف ما تخافوا ما تشي حاجة غينج بدولهم دوك الجوين باتم زيان ونديروا واحد فوق واحد باش كي يعطينا ذا كلوين زوين هنا بعد ما اخرجتهم باقين سخونين هاكا عاد من الفرن هاني كنوريهم لكم حد الفرن باقين سخونين كنت وجيت ليهم الفرماج حمر محكوك ومحكوك رقيق قدرتوا فوقهم وهو يلصق عليهم او الليلة كانوا بردوا ليكم يكلكم نديروا الفرماج ودخلوهم من الفرن بالنسبة اللي بنات اللي عنهم حساسيا عن البيض وقلقوا واجوا ييكولولي شي وصفات بلا بيض هنا يمكن لكم دهنوا أغب الحليب أو اللبس زبداء وتخد دخلوهم الفرن بلا ما تديروا البيض وهذا هو شكل ديالهم نهائي اولا الزيت والتحمارة للبنات الزيت والتحمارة كتعطهم واحد أن تهو زوين ومحمر بالنسبة اللي البنات اللي عنهم حساسيا عن البيض وهذا هو شكل ديال ليهو الكما كتلاحظوا اللبنات جاءوا مقرمشين وزوينين بحل هذا جا مقرمش رائع وزوينين مقرمشين وفي نفس الوقت مورقين ما نقولش لكم جاو زعما فيهم القرمشة ورطوبية وهشيش صراحة جربوهم جربوهم راهم جاو خاطيرين رائعين زوينين بزاف نعي ما نشكر لكم فيهم ولين راهم جاو كي يحمقوا عجبوني انا بزاف وخاهدو كل حشوة درتها بلا خضارها جاو زوينة بزاف ماشي كان شكورها لكم حيث اشدرتها انا ولكن كان شكورها لكم حيث اشجز بالصح زوينة بزاف تستحق تجريبة بارتاجيوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء باش هكا كدت عمل فائدة وما تنسونيش حبيباتي باللايك ديلكم والتعليق زوينة لما يقدرش يكتب تعليق ولا وغير النقطة ولا ويقليب باش نعرفكم انكم تفرجتولي وعجبكم الفيديو نخليكم في امان الله وحفظه هنا البنات هامتم ما دي تشوفو ها هنا را ما قلت لكم ش الكمية احنا الكمية الكمية انا را قطعت لي جوش بلاطويات هنا تاكننا تغدينا عاد صورت لكم حيث اش انا درتول لغدا هاد الشي هذا تاكننا تغدينا وعاد صورت لكم البلاطو التاني را عطاني جوش بلاطويات وهدي هي العجينة اللي شاطت شدرتها عمرتها بشكلات وجات حلوة دابا نوريها لكم في فيديو قصير را جات زوينة بزاف وخاز عمال عجينة مال حرة تواتت مع الحلاوة مع الشكلات جات زوينة بزاف نخليكم في امان الله وحفظه وإلى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله وبحول الله